كوكو البنات كديري لابس عليكم ومش خباركم هانين كانت وناس كنا كلكم باخر متتبعين ياه العزاز مرحبا بالمشاهدين الليل تحقوا بالقناة جتاد فرحتوني بالساف ويان دايما مفرحة اني بالتعليق ديالكم ربي خليكم لي ارجعت معكم البنات بفيديو جديد ونهار جديد اليوم البنات ادراتيين ديال يوم الاثنين اليوم الصبح البنات هنو يلا بشاتلين المدرسة والبارح كنت كان عندي الحمص كنت ديرها في البلاكار ودرتو يدي واحد الليلة كابلة خليسوا في واحد اللوان يورو درت سليعه الماء خليسوا معولة بغن صيب الحريرة بعد المرات البنات انا تنخرج لنا كلها بره ولكن بغن صيبها كفتار والمهم دردت بالحمص رع عندي في الكنجيلاتور يعني فش مري نوجدها غلقا عندي في الكنجيلاتور المهم هاتش اللي خرجت لي هاد البلاستيكات ادخلتهم من البنات هذه الليلة بكا صغار كنت نضم في هم تيجبوني وبحالكة صفي لا تخسروا ليش حاجة يعني تلحهم وتنجيبوا حدا اخر المهم يعني عمليين يعني في التنضيم وتنضم فيهم حتى التجاج مهم نضمت التجاج دك شي اللي كانحتاج وصافي ادليبات انا كيبغي بليل بنات ليبات بالسيف كيبغم بلا السلسل بايدات انا تيجبوني وكيجوها كسريعين بحالكة في الليل يعني ضغي ضغيات اتواج دي كشاشي وخفيفة صافي هنا اخذكم راني الصبح هنا صيف تلينو وهنا بديت كننضم هاتشيك وحليت الكاميرا كننصور يعني باش ننشارك معاكم اليومية ديالي الباسيطة اهنا جبت كنت تقديس بالليل باش كنت جاية جبت معي صاني كرواز جبت معي اقوني هات السيما انا كنت اخذها واحد المنطفة الاواني ساعة حالتو هي البنات اللي هتنغسل المواني كننغسل زوين ديبا اختيتها دا اوني فصافي وتقديسها هذه البنات الطابلية كنت كنت اشقال البنات بلا طابلية بالله هلا دي ما حواجين في الزكين وحالتي المهم اختيتها لقيتها عدم الحالة اللي كانت تقدم عن دول البنات رغي قريب لي للدار مواني قايتو جابهم خليها لي دي واقعي لبعشرين درهم المهم زوية وانا هي ماشي بلاستيك لا هي توب ولكن لك توب زوين توب ديالها وصافي انا رلبستها وتحب مستل بالناس كان شقة وهنا غنبدا في هذا غنبدا بالفريق والبنات طابت الفريق وعندي دايما تنظم ونظفت اللاجة الفق ومع الفريق وجلت تحت ديما ديما بمية كالية انا قل خليتها عالشين هارتها من بعد وصافي اليوم الصباح اه قلت صافي انا نحي دالية لي دك العقز وننظم دك الفريقو المهم هنا رخويت ستك الشي كام اللي كان في الفريقو حطيته فق طبلا ديالسالة عمانجي وكنت غادي غال مسيح ولكن جاني ما كافيش يعني غال مسيح من الاحسن جبت دا كله بجورة وهو ما صعب شوية في الاول ولكن صافي ديبرا تعودت يعني نحي دونه ولنرجعهم ساهلين يو صافي هنا خليتهم لكن عاجج مجورة وكينا واحد لبجر ديال الفوق صافي حكيتهم مزيان ركف ما كتليكم ما جاني زمان ما كافيش يعني غير مسح وصعبي بالخل هنا خرجتهم عندي هنا الهدا الفوق البوطاجي وبديت كان اغسل فيهم ما يمرش حيب هدي هادو ما تغسلو اصلا واقع له هادي يمكن اول مرة غادي تغسلو يدي فيتلي غايم سحتهم الفريقو عندي البنات جاء هاكل تحت وفي هكا جج مجورة وفيه واحد لبجر ديال الفوق كايزة البنات خاص غايمة يدار فيه كبير وهد شي اللي كان عندي هنا يا كينا شي في البلاستيك هاكل مهم ده براعات غادي نتول وننضمه وكيش حاجة زكاف الفريقو سافي غادي نحيضه من اللحوم ولبس تطويب ليا ديالي وفرحان بيها صافي هنا ربديت كان نشوف حيث يعني هنا ربديت كان نشوف حيث يعني هنا فاش كنكون كنشقة يعني دال في بالي لشية يعني ما غاديش نكون غادي يمشي ونخدمه فا يعني اي حاجة غادي نحيضه ليا دابة محد يوقف هنا يا اي حاجة غادي ترجع البلاستا يعني في البلاستا اللي بنت رغي غسلتهم في البلاستا يعني كان نمسح وغادي يرجعوا البلاستا حيث اصلاً يبقوا بحالك البطاجي ولا شي حاجة يزلقوا بطاح ولا شي حاجة وشي جاج وغالي فا يعني كان فطل يعني نمسحهم بحالك كمسيان ويرجعوا يشد بليساتهم وكانت عامل مع هاد شي البنت بعيني يا والله هلا بحشي بيضة هزافي دك حيث حيث كان يعني كان حافظ عليهم كان يعني كان حافظ عليهم زيان صافي ما نشفت هذا الشي وذك شي اللي فوق طبلة غادي نبدأ ننظم يعني الحاجة اللي غادي تنفعني غادي نحطها الحاجة اللي ما صافي ما راستعملها ما والو غادي نتخلص منها وبن هنا نزعو تاني كان شوف اه شنو رايخصني يعني شنو اللي خاصني ننظمها كاف الفريق باش بحالها كمتلا الايام الجاية فاش نوقف متلا الصباح بالكوزين نعم غا نحتاج شي حاجة مشاهدة بلا نقلب ولا نخرج وبالخصوص انا البنات سكنة بعيدة وسكنة في طاش الثالث يعني هنا يعني في نفس الوقت كان مسح وفي نفس الوقت هنا را كان نديروا حد البرنامج في الضماري شنو غادي نتخده وشنو غادي ننظمت الماكينات باش يعني نحط غادي الحاجة اللي كانستعملوا الحاجة اللي كموفيدة ومهمة ايو يا خوتي واربي خليكم لي يا الله لانا كنفرح بززاف ما كددخلوا عدي ومتخيلوش الفرحة ديالي معاكم والله موانسا معاكم بزاف بزاف كاملين خوتي واخواتي واللي بازال ما منضم شاهد للقناة برحبا بيكم اغفع الى الزر الجرس باش قد توصلوا بالفيديو هات جداد موهم بحلقة دوز اليوم ديالي في الصباح هذا هو الروتين ديالي صافينا ارجع الدكشي البلاستو كنحاول ليني ندلكم تصور زويد موهم صافينا تهنيت بعدها من هاد الفريق والله يلا كندير لي الضخة فراسي دين ما كنحلوك نلقى مو منضمش ولحت بزاف تلحاجات لقيت لي غلاس بزاف كانوا كيشيروا ولا غلاس بزاف ويحطوا ولا غلاس بزاف لالهمي كد يلا غلاس لي جمعت لحتها تخلصت منه وهذا هو التن دايما البنات النهائي انتم بحلقة دوز اليوم العلبات كندير فيهم بحلقة الدجاج دكستر الدجاج الفخيضات ما زال عدى الخرج ديالي نتقدم البيم وعاد نجيب سني التقديه المهم ده برا عرافت شنو خاصني وشنو نقصني صافي المهم بحلقة كان طمت ومو كان حافظ عليه يبقى محافظ عندي الفريق ويبقى نقي وهذا الفلفل البنات كانت مقدية ولكن ما طيبتها بس عملتها موال وصفة بلي هنا خرجتها وبديس كان نقطع فيها بحالها كالبناتها الفلفل قطعتها بحالكة صغيرة وتهي غديرها بتوك العلبات ونخبيها تان غين صعيب لبنسمن بحالكة مع مار او لبطاط ولا شي حاجة وديك الساعة غادي تكون يعني مقطعة غادي تنفعها المهم تهي يا الفلس حيتها باش بيبقاش تاكل مجرع عامر بالفلفل خليت غي واحد ثلاثة الى بغايت نقليهم يعني هما اللي خليت وصفي بدي سيرنا ساو كنت خليتو معي بالليت وانا اتضمتو دردو في اندرو في تلاجة يوصفي وتدتو ما البنات تدتو ما البنات تدتو ما البنات حيت غلاستيليا وهنا بديس نقلي في التومة البنات وهنا نشارك معكم الطريقة اللي تنقليها البنات انا التومة كنت تنقسمها بحالكة جوج وعاد نقشر باش كتجي ساهل هالطريقة البنات تعلمتها من برقاش الله يرحمه كنت مضمينة عليها البنات كنت تفرش بها الساف يعني في تلك الايابات كنت مضمينة برقاش كنت يدغدق شي لالطبخ كنت نتابعه بالساف تخيلوا البنات كنت كان يكون عندي احد الكتاب كبير كنت طيب ونكتب اي حاجة طيبها كنت نكتبها والله ايلا كنت مضمينة مضمينة بالساف على هاد القنوات كي يجبنيت شي لالطبخ في الساف يو صافي التومة باش ساليت ما عدي لبلاستيك لولو مبقى عليش صافي ادرك تغيبها الطاسة هاديها كبيرة حتى نخرج دبعا ما نتقدع نجيب البلاستيك دي المجميل وصافي بحلقة دبعش نبغي نستعملها غد انتهي النار تلقى هاي اللواج ده وصافي هنا دوزت شفيف خفيف هنا على الدار شفيفة كخفيف هاد البنات هاد المقتطف هاد هاد من يوم اخر وصافي درات التذب اه comic لقد أمسحتك اليوم يعني الروتيني قبل من هذا يعني خديت ذاك الجيت ومسحتها مزيان وصافي بالنسبة للغدال خديت الفخايدات ديال الجيش وقدرت شوية القصبر شوية المعدنوس شوية ديال التحمارة الملحة وصافي وقدرت شعر بلتم زيان يعني خلطت مزيان مع التومة وقدرت في الكسكاس والوقت اللي كنت نغسل في الفريق وكان الروز حدايا كيتسلق وذلك الشرمولة اللي بقات من الجيش ذلك الروز فاش سلقته وصفيته ودرتوف ذلك الشرمولة والصافي وزيته من الفوق بحلاكة وغطيت الدجاج مزيان ودرتوف بحلاكة غنروا فوق النظار يعني غير طيبة تشير البوخار أعطوا البنتي يجربوا ركي جيزوين بزفوف كاكل وحايل والله لما تكوني حايرة ما عارفة ما تديري حدا بحنا يعني بشكل يوم ما خاصك طيبة يوميا خاصك توجدي المهم اختي لحتاريتي والله يلا جربي هذي وحلاكة الغداء وللا شكت هذني مهم ده بنارك ندير معكم الموطاج ويلا غسلت الحوت ده بغضي النوط نقليه وغنتحرك مع الججونس خاصين خرجو للثلاثة والله يلا كنساليش المهم والله لدوس معكم اوقات بمتيعة وربي خليكم لي ودول هذه الغدية اليوم بحالة كجيزوين البنتين بعد ذاتها تعجبني والله ما كنبقاش عقل على ريجيم كنبقى ان كل شيء وصافي هنا لشي البنات مشينا صاحبتي اوميمو مشينا الخدمة ومعين بقيت واقفة البنات خدمت بثافة البنات في الصالون وصافي ومن بعد عبتاني هنا يفش دزدل اوميمو قلت لي يا راني ما تقديت موال وبعض مكلت تحاجة وصافي عبتاني خرجنا من المحل تاني جينا هنا اجبتها اخذت لها هذا اخذت لها رايب وكبت الحرشة اخذت لها رايب وصافي 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 ومسكي نارة ومكانت بقى قبل اغدا اجبتها رايب يصيروا انيلا كانت فادة الحلاوة وكتل اجيب لي مع المعك ومعينو عبتو هنا كان قطني ومكانتش نديس معي المعك وصافي ورجعنا للصالو ومكانت بقى في الخدمة وصافي هنا يعني ولفنا يعني دايما مكان سالي وكان جيو هكا للشعيطة وصافي هنا كترجعي لدارهم هنا تندزع وتاني الخدمة ومكانت بقى هنا يعني كيف ما اعودتكم يعني دايما كنقول عليكم ثلاثن عشر وناص الوحدة كا قعد كندخله للدار هنا كنصور لكم شوية من اليومية ديالي في الليل يجبني يجبني البنتان الخرجة كاية ونتمشى شوية ودك شي يعني ما كيجبنيش ندوذي يعني روتي فيلي كامل في الدار وتشقى البنتان تجبنيش قليل الصباح في الكوزينة والليل يعني قليل ومانا برج الحوز ومشي برج الحوز كتلكم انا برج الحامل بحلقة يو صعبين البنتان رجعت بالليل يلو سلامه باي باي سل روتي جديد